أدت لجنة الطوارئ الجهوية برئاسة والي تقارد سيدة طيب المحمد محمود أمسي زيارة تفقد نطلع لبطحاء تشيكجة التي مرت منها سيول التي مرت منها سيول أدت إلى تقسيم المدينة لشطرين وقد قامت اللجنة بعد محاصرة السيول لمركز الاستطباب الواقع بحي الواسطة بتفعيل النقاط الصحية على ضفتي البطحاء لتمكين من الأصول إلى الخدمات الصحية كما قابت الشرطة بمنع السكان من الاختراب من تلك السيول ومشاهدتها عن بعد نظرا لخطورة عبورها وقد رافق الولي في هذه الزيارة رئيس جهة تقانت وحاكم مقاطعات تشيكجة